رسنا الانتخابي مو مثل باقي الأعراس ينتهي بليلة سعيدة لأما بعد الاختراع حديث طويل وحقائق تتكشف من قبل الخاسرين وأكشن مستمر يخلي الجميع يترقب نتائج الصندوق ومع هذا انتهى اليوم الموعود المبكر بنتائجه ونسب تصويته وما حامله من تفاصيل اللي لازم نوقف يمه ونطرح التساؤلات ليش؟ لأن كلاكيت إعادة المشهد مستمر مع كل عملية انتخابية في العراق مع اختلاف بسيط بالاسلوب المشهد هو هو يتلخص بتكاسل المقترعين إلى امتناع المقاطعين إضافة إلى نسب المشاركة اللي وحتى اللحظة بحسب الأنباء الأولية ما زالت تشابه نسبة 2018 أما الخروقات اللي حصلت فهذه المرة كانت غير شكل مثل أعطال أصابت أجهزة الاقتراع في بعض المراكز والمحطات واللي اختلاف الحديث عنه بين الإيقاف المتعمد وبين تدخل بعض أنصار المرشحين لقطع انترنت أما مشاهد شراء الأصوات بالقرب من المراكز فالفيديوهات هي التي رصدتها بانتظار التعامل معها وكشف من يقف وراءها فهل المفوضية ولجان المراقبة وشبكة مراقبي الأمم المتحدة سيلتزمون الصمت وتقريرهم سيكون مغايرا عن السنوات السابقة وقد يسأل البعض ليش يتكرر ذات المشهد مع كل عملية اقتراع الجواب واضح وهو لعنة كرسي السلطة اللي يبقى أو يبقى عزيز بعيون صاحبة وصعب يخسر من ذاق للذات المنصب والغياب عن المشهد السياسي اشتركوا في القناة